موسيقى حياكم الله مشاهدين أكرام في حلقة خاصة من برنامج لقاء الرأي وحديث اليوم عن مشاركة الحركة الدستورية في الانتخابات بعد مقاطعات الاستحقاقات الانتخابية السابقة وضيف اليوم أمين عام الحركة الدستورية الأستاذ محمد العليم حياك الله أستاذ محمد حياك الله خير محمد يعني قبل أن أبدأ في دخول تفاصيل الانتخابات وخوض الانتخابات المقبلة نعود قليلا بقرار المقاطعة الانتخابات وتصريح كوادركم أن المقاطعة تمثل مبدأ والحركة لن تشارك في انتخابات مراسيم الضرورة والآن أنتم تشاركون وفق انتخابات بالصوت الواحد كيف تفسر هذا التحول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله أشكر حضرتك وأشكر قناة الرأي على إتاحة الفرصة للتواصل حقيقة مع أخواني وأخواتي المشاهدين ويعني المجتمع الموضوع حقيقي لا شك أنه مهم وأصبح حديث الساعة في هذه الأيام طبعا الحركة الدستورية الإسلامية كانت إحدى مكونات وأطياف هذا التحرك العريض الذي تم بعد التفرد بقرار قانون الانتخابات ومحاولة زحف السلطة التنفيذية والتفرد بهذا القرار على حساب سلطة أخرى دعني أبين أحرر قضية حتى تكون واضحة المبدأ هو أننا ضد تحركنا ولازلنا ضد التفرد في قرار السلطة التنفيذية وفي المبدأ نفسه في مبدأ الزحف على سلطة أخرى وإيجاد قانون مثل هذا القانون المجحف انتخابي حقيقة قانون الصوت الواحد قانون الصوت الواحد مجحف والسعي جدا طبعا سأقول لك لماذا مجحف والسعي بكل جهد لتغيير هذا الوضع الوضع الذي الحقيقة غير جيد وسيء إن صح التعبير فالمبدأ هو تغيير هذا الوضع فتغيير هذا الوضع له عدة وسائل مجموعة وسائل كان من أبرزها في ذلك الوقت هو وسيلة المعارضة أو آلية المعارضة أو موقف المقاطعة آلية المقاطعة وموقف المقاطعة فهو موقف صح التعبير لتغيير قضية بست المجتمع ومست الشار الكويتي ومست الدستور بحد ذاتها فكان الخيار الأول هي المعارضة هي المقاطعة المقاطعة هي وسيلة وموقف تم التعامل معها وكاننا حقيقة نحن طيف من ضمن أطياف المجتمع الكريم الفاضل وكان هناك قوة وطنية لا شك في ذلك ورموز وشباب ورساء تحركوا ضد هذا المبدأ وأيدوا وتحركوا مع المقاطعة وكان مقاطعة لها صدى وأدت نتائجها وكان هناك التفاق كبير جماهيري شعبي مع هذا الموضوع ما الذي تغير لا مو قضية ما تغير المقاطعة هي موقف تخذ في ذلك الوقت وأدى نتائجها بين هذا نتائج المقاطعة نعم المقاطعة بيّنت للعالم خاصة للأمة المجتمع الكويتي أن السبب الرئيسي قضية تعطيل التنمية والمؤزمين والتأزيم هو عرقلة تعجلة التنمية وإيجاد وضع العصر في الدولاب هذا كلها ترهات حقيقة ويرسالي الآن موجودة الحكومة والسلطة التنفيذية نصح التعبير لها هيمنة ولها سيطرة على كثير من نواحي القرار في البلد ولا زال الموضوع نحن في تراجع في التنمية وفي تراجع في مؤشارات كثيرة طيب تسمع لي أنا بس أكمل نقطتي بعد يدناك أستاذ محمد أن هذا كان موقف لا شك هذا الموقف خلال أربع سنوات لا شك أدى ثمارة في السنتين الأولى وفي السنتين الأخر وكشف أمام الناس لكن ما الذي يتغير ما الذي يتغير ويجعل أن الحركة الدستورية أو أطراف أخرى ويعني حسب معلوماتي هناك أطراف أيضا ستعلن مشاركتها في الفترات القادمة غير ثوابت الأمة وغير حركة الدستورية غير ثوابت الأمة نعم صحيح لكن هم سعرون عن أنفسهم أنا ما نضطر أن أعلن عن أسماء الآخرين بس أنت موجود في الساحة منهم من أعلن ومنهم من أعلن بثباتة على موضوع المقاطعة عفوا ونحن نحترم الرأيين نكمل في موضوع ثمار المقاطعة أنا بس بأوصل إلى قضية ثمار المقاطعة طبعا وصلت صوتا واضحا جليا في أن ما تم هو تفرد بالقرار وكان خطأ وأعتقد بل أجزم أن السلطة ستحسب حسابات كثيرة أن تخطو وتتقدم على قضية مثل هذه مستقبلا لأن الأزمة اللي صارت أثرت على مراحي كثيرة في البلد طيب أنا بس عشان عشان نحاول نقنن الحوار الآن السلطة تفردت في القرار ووضعت الصوت الواحد والتنمية كانت معطلة قبل 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 مقاطعتكم والآن مع مقاطعتكم التنمية أيضا معطلة طيب يعني لماذا تشارك لماذا تشارك في هذا الجو اللي نقدر نقول فاسد سياسيا زين المقاطعة لها أدوات ولها آليات ولها وسائل قد تكون متاحة في الفترات الماضية في بدايات حقيق الحراك وفي بدايات العمل السياسي قفزت الحكومة للأسف واستخدمت أساليب وآليات قمعية وبعضها بوليسي وقمع الحريات وإغلاق للصحافة وإقلاق الوسائل العالمية والقنوات الفضائية وهذا شيء حقيقي حتى خالف الأعراف الكويتية نصح التعبير حالة الترهل التي صارت في الأداء السياسي وفي الأداء التنموي وفي حقوق الإنسان وفي يعني وصلت المرحلة إلى أساليب ممكن ما كانت متبعة في المجسمع الكويتي والالتفاف خلني أقول حول فكرة المقاطعة ودعم الشارع خلني أقول والشعب الكويتي في الآليات والوسائل التي كانت متاحة سابقا قلت فهل من الأجدى أن تقاطع وتجلس في بيتك مثلا أو تستخدم بعض الأدوات المتاحة حاليا ولكن لا تؤدي إلى يعني إيقاف هذا الإنحدار الكبير الذي يحدث في مؤسسات الدولة يعني مشاركة الحركة الإسلامية أنا ما تعطيني فرصة محمد أكمل فكرتي بعد ذلك فلذلك الإنحدار الذي يحدث الآن وأمام المواطن الكويتي الذي يرى مجموعة الإنحدارات أولا استخدام أساليب يعني لما نشارك لم يكن معنا تراجع عن مبدأنا لازمنا معبدأنا ضد يجب أن يغير هذا القانون والسعي لتغيير قانون الصوت الواحد لأن هناك إشكاليات كبيرة حتى مجتمعية قضية المعتقلين قضية الجناسي المسحوبة بمواقف سياسية قضية يعني حتى الآن الفضاء الإلكتروني بدأ يتم التضيق عليه تكميم الأفواه التي قاد يصير هذه كلها قضايا يجب أن يكون للمعارضة المشاركة في المرحلة القادمة موقف استخدمت المقاطعة كوسيلة في فترة من الفترات هناك انحدار كبير ونظر للظروف أيضا المحلية والإقليمية أنا أعتقد موضوع المشاركة والوصول إلى خلني أقول القرار السياسي بطريقة أخرى مختلفة والتمسك بنفس المبادئ التي قاطعنا من أجلها وذكرتها أنا في مداية كلامي حالة انحدار هذه نحن نعتقد أن المشاركة جزء من محاولة علاج هذه المشاكل التي بدأت تنزل بشكل سريع والملاحة عندي أرقام ما أقولها بعد شهر طيب الحركة الدستورية هل لديها خطة واضحة في معالجة هذه المشاكل يعني أنتم عندكم مثلا موضوع الجناسي موضوع الحريات موضوع الإعلام موضوع حقوق الإنسان وهل الأمور هذه هل في خطة واضحة يعني يوم قاعدت وقلت له يا جماعة نحن نشارك وهذه خطتنا لمعالجة هذه الأمور أم أنها يعني فقط خلاص عناوين عامة ندغدر فيها مشاعر الناس وننزل مرة ثانية وهو قبل أتكلم عن خطة موضوع المشاركة والمقاطعة طبعا في كل الأوقات كان تحت النقاش نعم يعني نحن كحركة دستورية اتخذنا قرار المقاطعة في ذلك الوقت لأننا وجدناه قرار مستحقا وتم الحوار مع شركائنا السياسيين ومع قواعدنا حتى في الحركة الدستورية ومؤيدين ومحبين وتم اتخاذ القرار أيضا في ذلك الوقت بأقلبية مريحة الآن موضوع المشاركة والحوار الذي تم من داخل نطاق الحركة الدستورية نحن وزع على ثلاث مراحل اتخاذ القرار ثم بعد ذلك أتكلم لك على الخطة أو الآلية للتعامل في وقت المشاركة في الإصلاح السياسي نحن طبعا تحركنا على قواعدنا في الحركة الدستورية المؤتمر العام للحركة الدستورية صار نقاشات في الأمانة العامة للحركة الدستورية ابتداءا في أن هناك مستجدات تمت على الساحة بعد مقاطعة لمدة أربع سنوات تستجدي أن نناقش هل نستمر في المقاطعة أم ننطلق إلى وسيلة أخرى وهي المشاركة ونحن باعتقادنا أنه سيكون هناك رأيين لا شك حتى رأي مناكف ورأي مؤيد في هذا الوضع تم النقاش ورفع توصية بمراجعة استراتيجية للحركة في موضوع المقاطعة هي كانت أحد استراتيجياتنا المحددة في آليات وخطة الحركة هذه الآلية تم نقاشها طبعا طلبنا التقاء في كل جمعياتنا العمومية على مستوى دوائر الكويت مؤيدين لهم قواعد الحركة الدستورية ومحبينها تم النقاش رجال ونساء طبعا جمعيات للرجال وجمعيات للنساء وتم الحوار والنقاش وكان النقاش حقيقة طويل ومستفيذ وتطرق إلى كل النواحي ثم جرينا استفتاء داخلي على قواعدنا كلها في من يؤيد المقاطعة والمشاركة بعد هذا الأمر ورفع إلى المؤتمر العام المؤتمر العام قرر قرار حقيقة يعني أنا أفتخر فيه حقيقة قرار تخذ قرارا في أن هذه مرحب وكانت نهاية المؤتمر العام المؤتمر العام يملك أنه يمدد لا أحيى لنفسه فقال لا أنا أوقف عند هذه اللحظة أحل نفسي أنا كمؤتمر العام وحلت كل هيئات الحركة المؤتمر العام والأمان العام والأمين العام والمكتب السياسي ودعا إلى انتخابات جديدة داخلية في تشكيل هيئات جديدة لأنها ستتخذ قرار إما استمرارها في المقاطعة أو التقال إلى المشاركة ويجب أن يتحمل هذا المؤتمر العام تبعات هذا القرار لأنه مؤمن فيه فرجعنا إلى قواعدنا مرة ثانية وأجرنا انتخابات جديدة وخرج مؤتمرا عاما جديدا بهذا القرار أي اللي هو المشاركة لا لا انتخبوا ممثلين لهم لا بس نتيجة الانتخابات هذه الثانية بعدين رحنا في الأعضاء هذه الأراحة وناقشوا الموضوع مرة أخرى وعرضت عليهم استفتاءات الرأي استفتاءات الرأي اللي تمت على مستوى قواعدنا اللي قلنا شراء من جمعة العميم وتغير فعرض عليهم هذا الموضوع تناقشوا مرة أخرى وقدمت أوراق والكلام هذا ترى ستة شرخنا تقريب من انتخابات بس إنه بالنهاية في النهاية اتخذ قرارا بالمشاركة بأغلبية كبيرة طيب فيه سؤال يعني أنا مثلا أنا يعني أسألك أنا أنه كان بأغلبية طبعا أغلبية مريحة جدا نعم أغلبية مو أجمع لا طبعا عندنا أيضا من الأخوة والأخوات من يرى فكر المقاطعة لكن النسبة طبعا الكبيرة الحاليا في القرار الأخير ترى المشاركة هذا عطانا اطمئنان طيب إن قواعدنا ترى وكذلك مو بس قواعدنا إحنا رحنا إذا لشراكان السياسيين حاورنا الكثير منهم حقيقة منهم من أيد ومنهم قال أنا رح أعلن أصلا فيه إعلانات قادمة بالمشاركة نعم صحيح ومنهم من تمسك بالمقاطعة في تصريحكم في 2013 أن سنقاطع لأن هناك إيقاف لانحدار والإصلاح للانحدار السياسي والأمور هذه كلها فتعتبرون أن قرار المقاطعة هو تطبيق للمسار الصحيح لوقف الانحدار السياسي في السياسة العامة في الكويت بعدين في قرار المشاركة قلتوا لا المشاركة هو تطبيق للمسار الصحيح لمعالجة الوضع الراحل طيب يعني أيه المسار الصحيح المقاطعة ولا المشاركة سؤال مهم حمد حقيقة بس أنا أقول لك السياسة هي فن الممكن ليست فن المستحيل يعني أنت عندك أنت حريص على بلدك نعم وحريص على الإصلاح بكل نواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكلها وأن تجزء من هذا البلد وأيضا أطياف أخرى وطنية ورموز كريمة موجودة أيضا حريصة تختلف تتفق معهم في الرأي بس المشاركات كثيرة اللي أقوله أنا أن احنا نعتقد أن المقاطعة كانت لازمة في ذلك الوقت لكن القواعد السياسية الموجودة على الساحة الموجودة حاليا اختلفت أنا أعتقد أن إذا استمرت المقاطعة وحنا نعتقد كحركة دستورية إذا استمرت المقاطعة مرحلة أطول قد ندخل في المربع السلبي من المقاطعة للمقاطعة في مقاطعة إيجابية وفي مقاطعة سلبية المقاطعة السلبية إذا أنت قاطعت ولم تكن عندك أدوات للتأثير على القرار أنت شاك تقاطع أنت تقاطع بس أقول لك أنت تقاطع عشان تؤثر على القرار أكيد عن تغير القرار أنت الآن واقف ضده تبي تغيره وقاطعتك الإيجابية أن تغير أنت استمرت صار لك أربع سنين الآن الوضع الذي أمامك انحدارات متتالية سواء محلية وأضف إلى ذلك الشأن الإقليمي اللي الحقيقة البؤر متصارعة وملتهبة حول الكويت بشكل كبير جدا وهذا وضع أنا أعتقد من المهم جدا أن تكون المعارضة والسياسيين موجودين قريبين من مفاصل القرار في هذا الموضوع يعني نحن الآن حاليا نتحدث عن سايس بيكو جديدة في المنطقة عموما سايس بيكو القديم انتهت ألف وثمان أنت ممكن أستاذ محمد أنه في كل دائرة ممكن ممكن ينجح واحد من حركة دستورية الخمسة ممكن يقدمون ويأثرون في الواقع السياسي وفي المشهد السياسي في الكويت ويعدلون عن الحدار السياسي تعتقد هذا الشيء؟ شوف احنا أولا ما تم من خلال المقاطعة في المرحلة الماضية نثمن كل جهود حركة دستورية طيف من هذه الأطياف لكن أطياف أخرى كريمة وكبيرة شاركت رموز رجالات شباب نساء منهم معتقل لازم في المعتقلات ومنهم من سحب الجنسية للأسف نحن نقدر كل هذه الجهود ونعتقد احنا ما وقفنا أمامه في المقاطعة من مبادئ وردناها نحن نريده في المشاركة حاليا لأننا اعتقدنا أن المشاركة الآن بدأت تنتقل إلى مربع قد يكون سلبي لأن صارت المقاطعة كأنك تقاطع وانت نوعا ما جالس في بيتك ما في أدوات ما في آليات ما في وسائل يعني المقاطعة مفروض في مجلس ظل في تناقشون القرارات اللي تدور في الدولة التحركات في الشارع لكن المقاطعة وتقعد بالبيت هذه مو مقاطعة سليمة زين دعني أقول لك الآن أنت الأدوات المتاحة إليك يتم يعني قسمها واحدة ورد ثانية الأدوات المتاحة للسياسي المعارض المنطقية والآلية أنت لما نتروح الآن جميع الأفواقكم مهمت الآن في قضية كثير من القنوات التلفزيونية أغلق كثير من الصحفكم لأنها يا رجل وصل إلى مرحلة أنه عشان تغلق قناة تلفزيونية أو صحيفة تسحب جنسية صاحبة عشان تسكرها مع احترامي وتقديري أنا حقيقة حقيقة لأصحاب هذه العوائل الكريمة اللي يعني عائلة البرغش عائلة الجبر عائلة العواضي عائلة العجمي سعد شون ذنبهم هذين شون ذنب عوائلهم عساس موقف سياسي لذلك أنت كمقاطعة لحد الآن ما قدرت تسوي لهم شي طب عندكم قراء هذه واحد خلني أكمل يعني هذه العوائل الكريمة وغيرها أو أمثلة الشباب الآن قانون الفضاء الإلكتروني أو القانون الإلكتروني اللي الآن قاعد يعني يتم الكلام عنه محاولة الوصول محاولة الوصول إلى يعني المغردين ومغردات ومحاولة تكمن هذه الأفضل هذه أدوات تقلص من حركتك أنتك السياسي خارج البرلمان خلني أقول لك أيضا قمع الحريات اللي قاعد تصير هذا أيضا مؤثر ولا أنت قادر تسوي شي لا زال يعني في تراجع أنت داخل المجلس وخارج المجلس ما رح تسوي شي شلون داخل المجلس يعني إذا كنت يوم كانت الحركة السورية تمثل في البرلمان وكان العمل الشعبي وثوابت الأمة وكل الكتل السياسي كل المعارضة مشكلة كان هناك ناس تحاسب على تغريداتها كان هناك ناس تعاقب على رأيها السياسي كان هناك الصحف أغلقت نفس الشي طيب طيب يعني لماذا تشارك في جو فاسد أصلا هل نفسر الفاسد وتعتبر أنت كذلك هل الجو الفاسد اللي احنا نتكلم عنه احنا طبعا نستخدم وسيلة أخرى كهو وسيلة المشاركة نعم أو خلني أقول موقف المشاركة مقارنة مع موقف المقاطعة للوصول إلى الإصلاحات اللي احنا نطالب فيها هل تقصد بأنك ما تقدر تسوي شي لأنه ما عندك أغلبية برلمانية هل هذا حضرتك تسأل لمن تقول طيب من المجالس المتعاقبة في الكويت إلى مجلس 2012 هو الوحيد اللي كان فيه أغلبية معارضة خلني أقول غالبة عددها كبير عددها كبير طبعا عددها كان حوالي 35 المجالس الأخرى لم تتوفر فيها هذه الأغلبية لكن كانت متوفرة فيها هذه الإرادة نحن طبعا نطمح وكان هدفنا أن يستمر نفس النظام ونفس الآلية حقيقة ونفس العدد يمكن يزيد ونتمنى أن تكون إن شاء الله في مصلحة الكويت لكن تلك المجالس المتعاقبة يعني المجلس الذي أقر قانون حماية المال العام هو من القوانين الراقية الممتازة ترى ما كان فيه أغلبية موجودة في ذلك الوقت المجالس الأخرى التي يعني عززت تنقيح الدستور بال81 ترى المجلس ما كان بذاك الأغلبية لكن أوقف تيار جارف وجريمة في حق البلد لتنقيح الدستور وما كان مجلس فيه أغلبية برلمانية وقص على ذلك ما بيأخذ وقت البرنامج شواهد كثيرة فيها مجالس لكن إذا تعاونت المعارضة على أرضيات مشتركة وقواس مشتركة وطنية أنا أعتقد ممكن ممكن رح نكمل مع تعاون المعارضة ولكن بعد الفاصل فاصل مشاهدين أن نواصل سيدة محمد قلت إذا تعاونت المعارضة ستكون هناك أرضية مشتركة للإصلاح طيب يعني المعارضة بعد خروجها من المجلس بدأت هناك الانشقاقات والانقسامات وال يعني كل جهة انفردت برأيها بمعزل عن الأخرى كيف وهي خارج المجلس تتناحر تريدها داخل المجلس أن تتشارك وتتوافق طبعا هذا قدرنا نحن كمعارضة يعني ليست الأم تثكلة كالأم النائحة مثل ما يقولون يعني هذا ديرتنا يعني وبلدنا فيجب أن نتعاون حقيقة مهما كان من وجهة نظر واختلاف في وجهة النظر لا يعني الكويت يعني في النهاية ونحن لا ندعي الوطنية أو ندعي الإصلاح لوحدنا لا حقيقة الناس فيها خير وهل الكويت فيهم خير والغالبية العظمى الكبيرة جدا من الكويت فيها خير الحمد لله بلدنا بلد خير حقيقة وأنا أعتقد الناس نحترم ذكائها ونحترم حقيقة قدراتها والشعب الكويتي شعب يعني مثقف وسياسي في نفس الوقت يعني السياسة ما شاء الله احنا متعاطين فيها بشكل كبير فأنا بأقوله الشارع والشعب يشكل ضاقطا يريدون حقيقة مشروع خلني أقول مشروع إصلاحي يتم التوافق عليه بين أطراف المعارضة والرموز الوطنية والناس الموجودة في الديرة حقيقة لإيجاد ملامح مشروع في قواسم مشتركة المعارضة تريد أن تتفق عليها وإذا المجتمع الكويتي وجد هناك مشروع معقول وقابل للتطبيق في حدوده المشتركة بين المعارضة أنا أعتقد ممكن يدعمها ولما أقول أنا المعارضة ما أتكلم بس المعارضة في البرلمان إنما المعارضة حتى في المجتمع المدني في مؤسسات المجتمع المدني في التيارات في القوى السياسية الموجودة في الشخصيات الوطنية الكريمة في الشباب اللي حقيق أثبت جدارته وله مني تحية كبيرة الشباب والإخوان الشابات والنساء واللي منهم ضحة حقيقة ومنهم لا زال معتقل هذي أنا أعتقد رافض كبير وهذا الخزان الوطني لكويت الكبير بس اللي أقوله لك بعد أسنك أستاذ محمد يعني لما نتكلم أنت على لما المعارضة ترى زين جدامها لكويت ونرى الآن حالي مؤشرات الفساد أنت تدري إلى 2012 و2013 و2014 و2015 في تراجع في معدلات مدركات الفساد وهذه تقارير عالمية منها 12 مؤسسة عالمية ومنظمة عالمية منها البنك الدولي يعني يخرج هذا التقرير الكويت تتكلم أنت على المرتبة 66 69 67 طبعا تحسنت نوعا ما في 2015 وصلاة 55 السادسة خليجيا يعني أقل الترتيب خليجي على مدى ثلاث سنوات متتالية في تدني يعني عفو في ارتفاع مؤشرات الفساد هذا يدفعكم من المشاركة هذا خطير جدا وتتكلم أنت على فترات نعم المقاطعة مطلوبة لكن لم نتمكن حقيقة من خلال أداة المقاطعة خاصة في الفترة الأخيرة نحن خوفنا حقيقة أدت نتائجها وأدت لا شك حقيقة وصلت رسالة نعتقد الجميع يعرف في الكويت حاليا أن المعارضة هي من أزمت الوضع وليست من أدخلتنا في متاهة عدم التنمية أنت لمن ترجع إلى تقرير حقوق الإنسان وتجد الانتخاذ الموجودة مرصودة في قوانين دولية في تقارير دولية ومنظمات دولة حقوق الإنسان تقول الكويت ترمى ليس لكويت التي نعرفها صارت صارت فيها إجراءات حقيقة غريبة علينا طيب يجب أن نعود يجب أن نعود إلى أساسيات وضع السياسي الكويتي الحقيقي يعني قبل كنا نقول لكويت يتكلم ويتكلم في السياس ويذهب بيته وينام بعضهم يتكلم ويذهب بيته وينام ترى يأخذونه يودونه مكان ثاني فللأسف هذا سيختلف بعد المشاركة أنا أتمنى لأنه ليس هناك صوتا معارضا يمكن أصوات قليلة جدا لكن صوت يشكل مجموعة وأن لم تكن أغلبية لكن يشكل ترى مول حركة الدستورية هي بدش بخمسة ولا باربعة ولا بستة ولا أيان كان الرقم يبدش البرلمان وهم اللي بغيروا كل شيء لا ما نقدر إحنا طيف من أطياف المناداح بالإصلاح والمعارضة السياسية الإصلاحية في البلد نتمنى آخرين نحطون إيدهم بدنا عمرنا ما قلنا إحنا بروحنا نسوي شيء إحنا طيف من أطياف المجتمع إحنا ما نكبر من شأننا بس ما نقلل من شأننا أيضا في نفس الوقت نحنا نتمنى آخرين يحطون إيدهم بيدنا ونشكل حالة قوية موجودة في البرلمان تؤدي إلى نتيجة تتحاكى وتتفاعل معها القوى في المجتمع المدني السؤال يعني ما الذي يجعل المشاركة أو العصر القادم عصر مميز أو المرحلة القادمة مرحلة مميزة لكي تتغير الأمور إلى الأحسن مع أنها كانت قديما شاركتوا أو ما شاركتوا جاءوا ناس ذهبوا ناس هو الوضع يبقى على ما هو عليه الإرادة ليست لأعظم السم أنت لما تتكلم حاليا عن وضع محلي وإقليمي مزعد جدا صح أو لا وأن تتكلم على أنك مقاطع وموجود خارج البرلمان وترى وضع إقليمي متفجر في كل مكان يعني في العراق والمشروع التوسعي الإيراني إحنا إيران جارة والجغرافيا لا تستطيع أن تغيرها يمكن تلعب بالتاريخ شوية ولكن الزغرافيا لا تستطيع تغيرها وهناك مشروع توسع إيران إحنا نتمنى بيننا وبيننا إيران جارة وتكون هناك حسن نواية وصداقة وجيرة لكن المؤشرات فيما يحدث في اليمن ما يحدث في سوريا ما كان يحدث في البحرين ما يحدث في العراق كلها مؤشرات خطيرة وخطيرة جدا ودماء غارقة واستقطاب طائفي لا يمكن تجاوزه زين كل هذه الأمور تحدث أمامك ومدلولاتها شفناها دشرة الكويت اللي صار في تفجير مسجد الإمام الصادق رضي الله عنه واللي صار في خلية العبدالي الإرهابية اللي صارت وتكديس الأسلحة اللي ما تتخيلها حقيقة هذه كلها ترى تنوم عن إقليم مثابت متهب فهذا أنا أقول بعدك كيف تم التعامل مع هذه القضايا أيضا هذا مهم أنت بعدك عن القرار وبعدك عن مطابق صناعة القرار نحن نخاف في المرحلة القادمة لا قدر الله نحن الآن صارت مرحلة تفتيت المفتت مثل ما يقول سايس بيك الجديدة لا ندري ما يحدث في الإقليم في الإقليم خطير اثنين أنت أمام مشكلة أنا أعتقد ما انتهت الآن برميل النفط نحن نستانسين اليوم وصل 50 دولار أو تجاوز 50 خلال الأيام الماضية أيام وصل 20 لكن لعلمك الخاص وصوله إلى 50 أنا إن شاء الله أتمنى في المرحلة القادمة يكون أفضل لكن دخوله في 50 دولار وأنت لحد الآن ما رتبت أمورك الاقتصادية مفروض الكلام هذا من أكثر من فترة طويلة ترتب أمورك الاقتصادية نحن مقبلين على نقطة التعادل أو الbreak even أو نقطة التعادل فيما يخص النفط الصخري لما يطوف الخمسين ستين سيعود النفط الصخري مرحل أو ندخل في الزوام وما ندري ما نحن يصير طبعا استقطابات الإقليمية والدولية والمشاكل في نيجيريا وفي العراق يمكن تأثر لكن أنا أقول هذا إشكالية في أنك لم يستطع المجلس الحالي ولم تستطع الحكومة للتحرك بالقضية الاقتصادية أمام إشكالية كبيرة قادمة وهي قضية البترول لأننا نحن بروحنا مصدر وحيد ولم نجد الحل الوحيد استخدم البندول السياسي البندول السياسي هي الحلول السريعي اللي يبسناها أروح حق جيب المواطن تتكلم على الضرائب وعلى قضية لو المعارضة موجودة في هذا المجلس كان قدرت تضع رؤية اقتصادية أنت تدري أن المعارضة مموجودة في المجلس وأثرت على القرار موضو الكهرباء كيف؟ الندوات التي صارت قبل فترة على قضية رفع تكرفة الكهرباء على الشرائح البسيطة وذات الدخل المحدود تم توقفها ليس توقفها تم تأجيلها مدة سنتين نحن بعد سنتين ما ندري ما يحدث من الندوات التي تقومت المعارضة؟ نقصة الحالة العامة المجتمع تفاعل يعني الناس تحركت الناس تفاعلت صار في ندوات تحرك السوشال ميديا بدوا يضغطون على الأعضاء أنا في قضايا أنت يعني وجودك في البرلمان حتى لو أنت أغلبية تشكل حالة والحالة هذه صارت كثير يعني سواء بعضها كان على شكل استجوابات وبعضها كان على أسئلة برلمانية وكان بعضها على حالة موضوع الدوائر الخمس من اللي غيرها؟ هل كان في أغلبية في البرلمان؟ لا ما كان في أغلبية لكن الحالة التي صنعتها المعارضة واقتنعت فيها الشارع الشباب دور المعارضة القادم هي أن تشكل حالة سياسية يقتنع فيها الشارع الكويتي أنا أعتقد المرحلة القادمة من المقاطعة لن تشكل حالة سياسية تحرك الشارع الكويتي معاك ويتفاهم معاك قد تكون المشاركة وإيجاد حالة سياسية في البرلمان وصوت واضح أنا ما أقول يعني نهدف إلى التخريب لا نحن نهدف إلى مصلحة الكويت وإيجاد الشعب الكويتي ذكي فلذلك الشعب الكويتي مشى معك في مشروع المقاطعة وتحرك معك وبذل ودفع لكن وصل المرحلة قالوا بعدين فلذلك هل وسيلة المشاركة ستؤدي إلى حالة أفضل نحن نعتقد حتى حواراتنا مع بعض أخواننا في المعارضة إيجابية طبعا البعض لا زال متمسك بالرأي ونقدره من الحركة؟ لا أنا أتكلم من الأطياف السياسية في المعارضة وقال بعضهم رأيه معلن في الصحف ومتمسك فيها وعند مبادئ عفوا عند مبررات ورؤى حول الموضوع أن هذا سبب يعني إذا شاركت الشارع راح يوقف معكم لا لا ما أقول شيء أنا أقول نحترم حتى المقاطعة نحترم وحتى المقاطعة لن نقف من التفاهم والتعاون معه أهم ناس وطنين يريدون مصلحة الكويت تمام أكمل معك ولكن بعد الفاصل بعد الفاصل جاهدينا نواصل سيد محمد وقفنا أن احترامكم للأراء المشاركة والأراء المقاطعة وأن لكل رأيه هو يعني فكرتها في المشاركة والمقاطعة صحيح أريد أن تنوه لازم أنا قلت لك تشاورنا بعض الأطراف في المعارضة وفي الأغلبية وفي أطراف مؤيدة وأنا يعني لا أخفي سرا أن المؤيد أكثر حقيقة أكثر التقين فيهم في مجامع لا زالة مؤيدة تؤيد المشاركة وقد تكون إعلانات قادمة يمكن يفسح عنها وأصحابها يفسحون عنها وهناك يعني مجامع يعني أطراف أخرى تؤيد المعارضة ومتمسكة وتقول لا مصحيح وتقول حتى قراركم أيضا مصحيح ونحن نحترم الرأي الثاني لكن لنا رأينا وإيدنا ممدودة أنا بس حبي أتأكد أن معارضتنا طول عمرنا حركة دستورية معارضة إيجابية لا شك في ذلك هي المعارضة الإيجابية التي تحاول تصنع يعني خلني أقول مستقبلا وقرارا منطقيا ومقبولا ومعقولا ووطنيا فهذه يعني وإيدنا ممدودة للتعاون مع كل وطني وكل من يريد المصلحة العامة وكل من يتحرك إيجابيا ويتعامل معنا في القواسم المشتركة هذه قضايا بس أنا اللي يستوقفني شيء واحد الغريب هي هناك أطراف لما نشاركنا طقتنا عفوا لما نقاطعنا طقونا ولما نشاركنا يعني طقونا هي أطراف حقيقة يعني لها آلياتها ولها أدواتها ولها وسائلها في السوشال ميديا ويعني أعتقد الشعب الكويتي ذكي يعرف إحنا ليهمنا في من ينتقدنا عندنا ثلاث شرائح شريحة انتقادها بالناء وحريصة ووطنية وهذا حقيقة ما عندنا فيها يعني أي مانع وبالعكس نتعاون وإياها ونقدر شريحة أخرى أحيانا تنتقدك عن حسنية وما عندنا مشكلة ونشرح لها وتتفهم شريحة ثالثة بينت لها ما بينت لها طاقينك طاقينك مثل ما أقول ليش ملابس كحفية يعني أنت معاجبني بالعربي أو لأهداف أو أجندات إحنا يمكن نعرف بعضها أو البعض الآخر يعرفها تسمح لي أعلق على هذه أنا بقول لك شيء أخليك تعلق أن هناك متنفذين وصحاب مصالحها مو مصلحتها تشارك ترى فبعض الأكامتات نتابعها وبعض الشخصيات وبعض الرموز إحنا راصدينها حقيقة ليس من مصلحته مشاركة الحركة الدستورية ليس حركة دستورية ليس مشاركة مشاركة الناس إحنا ما نحتكر الوطنية وفي ناس وطنيين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل موقع حقيقة ما نحتكرها لنا يعني تقديدا في المقاطعة الأولى قاطعتوا قلتوا أن هذا يعني أمر انقلاب على الدستور يعني أذكر أن الحركة الدستورية كانت مع حركة العمل الشعبي وكان أعضاء بإتلاف المعارضة واصدرتوا موثيقة اسمها وثيقة الاصطاح السياسي وتضمنت جملة من الاهداف السياسية اللي هي تعديلات دستورية جذرية والتأكيد على رفض ما أسمي بهذه الوثيقة الانقلاب على الدستور أو الانقلاب على على الدستور نعم هل لا زال يعني كان هل لا زال الانقلاب انقلابا أم أن الانقلاب تغير صار شيء ثاني أرى أخوة محمد وأنا كالعميل أخوة المشاهدين المشاهدات حقيقة ما تم من تفرد في القرار من السلطة التنفيذية هو فعلا تجاوز المادة 50 المادة 50 تؤكد على فصل السلطات لا شك في ذلك والمادة 6 تعطي السيادة للأمة وهي مصدر السلطات فبما أن الأمة مصدر السلطات وتمارس دورها عن طريق البرلمان ووكلائها هذا البرلمان تم التجاوز عليه في تغيير آلية آلية الانتخابية آلية إخراج هذه الوكلاء عن الشعب فأنت فأنا أقصد أن هذا نعم نعم انقلابا صحيح لا شك طبعا جاءت المحكمة الدستورية نحترم المحكمة الدستورية وقلنا نلتزم ونحترم لكن تم انتقاد الحكم في ذلك الوقت بموضوعية وفق الدستور وفق القوانين المنظمة طبعا يعني انتقاد الأحكام لها آلية معينة في أن تتلقدها وتبينها وفي أحكام ضرورة صدرت في نفس الوقت أيضا وتم دعني أقول نسفها وإسقاطها اللي منها هيئة مكافحة الفساد ومنها لجنة الانتخابات السابقة اللي تم فأنا أقول هذه القضايا قضايا جدلية لا شك فيها لكن أن تأتي سلطة شوف قاعدة سياسية عالمية تاريخية السلطة المطلقة مفسدة مطلقة فلذلك أمن أن تأتي سلطة وتزحف على سلطة أخرى ومحاولة إيجاد آلية لاختيار هذه السلطة لا شك هذا يعتبر تجاوز كذلك أيضا القضاء والسلطة القضائية المحترمة المقدرة القضاء هو المرجع دائما في ذلك فلذلك الآن حتى القضاء يحتاج أن يكون له استقلالية وأن لا تزحف عليها السلطة التنفيذية لأن عدم استقلالة القضاء الحين قضية ميزانية القضاء والقضية الإدارية كلها في يد السلطة التنفيذية والذي يطالب بذلك هم رجال القضاء هم من يطالب ونحن ندعم هذا التوجه في ذلك أنا أريد أن أقاطع كوائد لكن هناك نقاط أحب داخلك فيها أن دام هذا انقلاب أستاذ محمد لماذا شاركتوا فيه يعني أنا أقتنع لو تقول مثلا بعد حكم الدستورية شاركتوا وقلوا والله خلاص الجعوا إلى رأي القضاء وشاركوا الجماعة لكن أنتم لا مع أول مرة شاركتوا ولا مع ثاني مرة شاركتوا وهذا انقلاب وهذا تعدى على الدستور ووضع السياسي فاسد سين يعني هذا السؤال سؤالي أنا يعني أنا كواحد من الشعب وسؤال الناس كلهم لماذا يشاركون إذا هذا انقلاب وفساد وكان عندهم تعليق على حكم المحكمة الدستورية هذا الموضوع أنا سؤالي بطريقة أخرى حتى تتضح الإجابة إذا استمر هذا الوضع مدة عشرين سنة وهذا الوضع لا زال متغير وهذا التجاوز على الدستور موجود هل لا تشارك المعارضة مدة عشرين سنة قد تعتقد هذا منطق أستاذ محمد يمكن فيه مصالحة سياسية أستاذ محمد مصالحة سياسية على أساس تشارك في نفس المجل يعني نفس السيستم نفس القانون هو الإشكالية الجدلية أن احنا مشكلتنا أقلت لك السياسة فن الممكن إذا بنقفز المثاليات هذا شيء مطلوب وجيد احنا نقول ما تم هو تجاوز ويجب أن يعالج هذا التجاوز وسائل على هذا التجاوز مجموعة وسائل منها المقاطعة منها المشاركة أو إيجاد حالة سياسية ضابطة ومنها أساسات المجتمع المدني يجب أن تتحرك أيه هو استخدام الوسائل لخلني أقول اللاعب السياسي أو المحترف السياسي يشدوا يجب هذه أدوات يجب أن يجد خروج من حالة الاحتقان السياسي والأفق المسدود احنا عندنا أفق سياسي مسدود تم العمل على المقاطعة وأدت حقيقة دورها إحنا نعتقد في حركة دستورية إذا استمرنا في هذا المنح سندخل في الجانب السلبي في المربع السلبي فلذلك حتى نخرج من هذه النقطة اللي أقوله أن هذا صح تجاوز لكن هناك وسيلة أخرى لعلاجها في أنك تضغط عليه من الداخل وإلا إحنا في إطار فن الممكن وقدرتك للتعامل لأن الانحدار مستمر ولذلك حتى تشهد على كلامي شوف من الذي يهاجم المقاطعين من الذي يهاجم المشاركين هي أطراف بعضها ما تبك تشارك وأطراف معروفة أرجو من الشارع الكويت أن يرصد بعضها في أطراف وطنية من اللي ما يبيعكم تشاركون أنا أعتقد المستفيد من الوضع الحالي هناك ناس مستفيدة من الوضع الحالي لا تريد أن تكون هناك ناس يقولون أنتم تشاركون الآن للاستفادة يعني كل صراحة من سؤال فيه من يقولك مثلا أنتم الوكلة ووكلة ووزاراتكم يعني في وضع لا يحسدون عليه يعني بنوك مؤسسات شركات يعني يقال هذا الكلام يعني هو طبعا هذا يعني مو كلام هذا مو شيء ليس شيء مو شيء جديد حقيقي في أن والله الحركة يحارب بعض خلني أقول يعني أنا يوم الأيام كنت وزير النفط نعم فقدمت قائمة في رؤساء مجالس الإدارات القادمة فصارت ضجة بالكويت كله أن والله محمد العيم حاط ربعه حاط الحركة الدستورية وصار الكلام إلى درجة أعدنا القرار إلى نقاش بنسل الوزارة مرة ثانية قلت هنا عندي سؤال واحد إذا كان واحد من الحركة الدستورية كفاءة وحطنا في مكان حرام حلال حرام يصير هذا أو لا جائز كان لا جائز قلت زين إذا حطيت واحد كفاءة من كفاءات الحركة الدستورية في مكان وأنا معتقد أنه يملح المكان يصير أو لا يصير كان ويصير قلت إذا لماذا هذه الحرب ليش محمد لا يحطر ولعلمكم الخاص منها الثلاثة عشر ولا واحد حركة الدستورية فلذلك الحرب يعني أحيانا موجودة حتى من قبل تحمي الحقيبة النقيلة لا أنا أقصد يعني كونك موجود في الحكومة عفوا يعني مو بس في مجلس الأمة كنا في الحكومة بعد وهم بعد ننطق فليأقول أنا مشاركتنا لن تجدد شيء لن تقرب أو تبعد شيء نأخذ لكن أنا أمنيتي حقيقة وجميع الأطراف مسؤولة نحن بالكويت والكويت أمانة بيدنا كلنا لا ندعي مرة ثانية الوطنية لكن أنا أقول الجميع وأنا أعتقد حقيقة يعني أن هناك يعني كما قلت أنا الإقليم حولنا ملتهب وأنا حقيقة أشيد بدور صاحب السمو حفظه الله على محاولاته لملمة الجروح في الإقليم يعني منها ما يحدث في اليمن ما كان له دور منها ما كان يحدث أيضا في العراق فأنا أقول الاستطاعة وقدرة صاحب السمو على الملمة هذه الجروح الإقليمية أنا أعتقد أيضا تكون هناك يعني نتمنى إن شاء الله وإن الله نشوف أخواننا نشوف أخواننا المعتقلين يعيدون معنا في الفترة القادمة بإذن الله كملين ولي مسحوبة جاناسيهم حقيقة هذا جرح مؤلم لحي عندي فاصل يعني رمضان جاي وهالناس اللي مسحوبة جاناسيها يعني شوف المأساة والعوائل الذي حقيقة تمر فيها العوائل ذكرت هنا ما لها ذنب حقيقة إلا ذنبها أن أصحابها وقفوا مواقف سياسية فأمنيتنا حقيقة كما تعودنا هذه الكويت الكبيرة المباركة حقيقة أن أخواننا بإذن الله عز وجل نراهم إن شاء الله عيدهم معنا وأمورهم كلها مباركة بإذن الله عز وجل سأكملوا إياك بسابة حمد لكن بعد الفاصل مشاهدين أن نوصل إن شاء الله يعني تكلمنا عن أن سجناء الراي ويعودون إلى الواقع وهذا الخطاب الجميل الإنساني طيب أنا أرجع وياك شريط المعارضة شوية في بيان حدث قلتوا أن تعتز حدث بجهود وتضحيات ابناء الشعب الكويتي كافة رجالا ونساءا بصفة خاصة وشباب الحراك الإصلاحي الساعين لكويت أفضل طيب السؤال يوجه الآن إلى أمين عام الحركة الشباب اللي اللي انسجنوا واللي اعتقلوا واللي ضربوا في الشوارع واللي استنشقوا الغاز واللي فصلوا من دواماتهم وإلى آخره من كل هالأمور هذه خذلتوهم وطبعا نحن هدفنا في المقاطع كما كان للتعاضم وحل هذه المشكلة وخروجها وراء المعتقلين هو نفس الهدف اللي احنا الآن ندخل فيه في المشاركة انت بدأش بالمشاركة لتحقيق هذه الهدف أيضا لخروج هؤلاء الناس وللضغط لإرجاع الجناس لأهلها ولعلاج موضوع التنمية اللي قاعد يتدهور حاليا طبعا أنا أرجو اللي لا يفهم كلامي أن هناك عصة سحرية من شاركنا كل شيء يرجع يعني سعود ومهود لا يفهم أن المشاركة هي الحل السحر وكل شيء هي المشاركة هي وسيلة يا أخوان كما أن المقاطعة كانت وسيلة سياسية واستخدمت المشاركة هي أيضا وسيلة سياسية نعتقد أن المرحلة القادمة قد تعطي أفضلية للمشاركة في علاج كثير من المشاكل لكن وعلاج جميع المشاكل الناس اللي انزلوا الشارع وضحوا لرأيكم ولمدافع عن وجهة نظركم وجهة نظر المعارضة لأنكم جزء منها وعانوا الأمرين في ثمان مسيرات كرامة والتضحيات اللي صارت كلها والاعتقالات والاستدعاءات يعني هذا يشعرهم بالخدلان أنكم بعد حربهم للسلطة اللي نقول كان الجو العام الفاسد أنت ورحت وشاركت وقلت لهم يلا يا جماعة سنعيد جدولة أفكارنا هو محمد يجب أن تعرف نحن كحركة دستورية ما نحن في معزل عن أخواننا الكرام والأفاظ الحقيقة اللي يعني معتقلين أو اللي سحبت جناسيهم أو كذا نحن جزء أيضا من قواعدنا تأثرت وجزء منهم عليهم قضايا وجزء منهم في دهاليز المحاكم ما نحن يعني يعني المقصود الحاركة تنعزت وابتعدت عن لا نحن لازمنا أيضا من ضمن الطيف المعارض وفي مقدمته للدافع عن قضايا هؤلاء من مقعد آخر بوسيلة أخرى بآلية أخرى لا يمكن أخوة رسالة كرسيكم ممريحة أنا أعصف أزعجي أنا أعصف هل من وسألة الضغط لا إيه تبوا الواحد فلذلك أنا اللي أقول أن أساليبنا وآلياتنا ووسائلنا في المشاركة هي للدفاع عن هؤلاء وعن مصلحة البلد إحنا ما إحنا جايين حقيقة بنفسية انتقامية يعني أنتم شاركتوا عشان يطلعوا من السجن لا مو هذا قصتي أنا أخصي لا نفهم هل من مصلحة البلد حقيقة والجبهة الداخلية في ظل الظروف المحلية والأقليمية أن يستمر هذا الوضع هذا الاحتقان هذا الانسداد السياسي مو في مصلحة أحد من يريد أن يضرب النسيج المجتمعي وأنا أعتقد الجميع يريد تلاحم الكويت يا أخي العزيز إحنا في استقطاب طائفي ما مر في التاريخ القريب على منطقة الخليج تقريب استقطاب طائفي غريب وهناك أطراف حقيقة أيضا أطراف غربية بعيدة عن الطائفية لكن تسعى إلى إيجاد هذه الحالة إحنا ككويتيين يجب ويجب أن نكون قريبين من القرار فلذلك من أهمية إبعاد هذه المشاكل وجود اللحمة المجتمعية ونسير الاجتماعي بما فيه أخواننا المعتقالين ندشب شوي بعمق في موضوع المشاركة اتخذتم قرار المشاركة في الانتخابات والآن الأسماء المطروحة في الدائرة الأولى وسامي الشاهين الدائرة الثانية حمد المطر جمعان الحربش الدائرة الثالثة محمد الدلال الرابع عبدالله فهد الخامسة فلاح الصواغ صح أو غلط أنت لازم تعرف شغلتين نحن بالحركة الدستورية الشغلة الأولى نحن حقيقة عندنا آليات شهورية وطريقة وهذا معلن ترى بس هذه الأسماء يعني أنا محمد ما يحتاج أن أتفصل بالإجابة صح أو غلط لا 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 مجرد صحيح ولا اسم لا اسمعنا اسمعنا خلنا أقول لك الآلية بعد ذلك نحن نقرر نحن نقرر في البداية مبدأ نحن الآن قررنا مبدأ المشاركة واحد اثنين نقرر مناطق النزول وفق تحليلات انتخابية لكل منطقة وفرصنا الانتخابية أنت ما يسيد تروح حق منطقة أنت ما لك فيها فرصة مثلا هذا العاقل يجب أن يبحث فتحلل جميع فرصك الانتخابية الموجودة وشركائك حلفائك عاليتك اثنين بعد ما نحدد مناطق النزول نقول ننزل بواحد ونقرر المشاركة حين قررت المشاركة والنزول في القرار التاريخي ما قررت الأسماء التي تشاركم فيها ستقرر طبعا يعني هل أسماء هذه بلد عن مشاركة لا أسمع لي هذه أسماء مطروحة يا أخي العزيز من ضمن أخوانهم يعني هذه الأسماء يعني الحركة الدستورية تقدر وتثمن أخواننا الكرام هؤلاء وعملهم وعطاءهم لكن حنا آلياتنا الشورية في اتخاذ قرار من نختار ويمثلنا أخواننا هذه من ضمن الأسماء طيب لماذا أسماء هذه مطروحة يا أستاذ محمد يعني المحمد الدلال ووسام الشاهين وجمعان الحربش وحمد المطار وفلاح الصواغ يعني هاي أشخاص علقوا لن نخوض الانتخابات بمرسوم الصوت الواحد ونرفض المجلس بصوت ونرفض مجلس بصوت الآن يعني ما في جيل ثاني صف ثاني من آسف من الحركة الإسلامية تشارك من الانتخابات السؤال يمكن يمكن خارك التعبير مفطر أنا أسمحني محمد أنا أقول السؤال يعني هل الحركة الدستورية وممثلينها هم الوحيدين اللي قرروا المقاطعة ثم عادوا للمشاركة ما أنا علاقة بالثانين ما أنا علاقة بالثانين زين إذا بتنزلون يبقوا ناس يدد مرفضوا المشاركة وقعدوا يغردون أربع سنين مجلس بصوت مجلس بصوت آخر شي تنزل أنت يلي غنيت ولجيت رأس الأمة كلها بمجلس بصوت هذا المنطق مفروض الحركة لا تشارك إذا أمشي ويأكبها المنطق لا ما عندكم صف ثاني لا لا مقصد صف ثاني أنا أتكلم من حيث المبدأ هل من نادى بالمقاطعة يحرم عليها المشاركة طيب تيارات نادت فهل هذه التيارات لمن تعود للمشاركة أنا أعتقد اسمح لي هذه فلسفة سياسية مثالية زيادة عن اللازم لكن المنطق يقول لك هو مبدأ واحد هي بتقول كل من نادى في المقاطعة لا يحق له في المشاركة فإذا الحركة لا تشارك توابة الأمة لا يشارك والآخرين لا يشاركون لكن أنا أقول قلت لك هذه وسيلة دافعنا عنها وحاولنا بجاهدا أن نخلق حالة سياسية كبيرة في البداية كان هناك حالة سياسية والتفت الشارع والتفت الناس وحاولت أن توصل رسالة لتغيير هذا القرار لكن شرحت لك أنا تفاصيل لا أريد فيه مرة لنا في من باب المنطق أن الأسماء هذه تطرح على أخوانهم في مجال استخاذ القرار وفي الجمعيات العمومية ويصير هالنقاش والحوال تفضلت فيه في الجمعيات يا أخوان شرايكم ما وبكرة تطلع أسمائنا لكن هناك أسماء صعبة أستاذ محمد يعني أنا ما علي أنا أسف قطعتك لكن هناك أسماء صعبة نفس مثلا جمعان الحربش يعني تعتقد أنه ممكن جمعان الحربش ينزل الانتخابات أنا سؤالي لماذا أناقش شيء ما صار للحيب يعني أنا آلياتي وأدواتي أنا سؤالي أنا ما أملك هذا القرار من يملك هذا القرار هو الجمعيات العمومية الجمعيات العمومية اللي قالت لي شارك الآن جمعان سوى رتويت حق حق اللي هو بيان الحركة في أول منزل يعني يعني رتويت مبين أنه مؤيد حق حق الوضع الصاير والوضع المشاركة لأن أنت عندكم أغلبية شكلت عنها ناعمة مريحة آسف أغلبية مريحة كبيرة بس لازم تعرف أخي محمد العمل الحزبي العمل السياسي ولي أنا أتمنى أنه يقنن في يوم من الأيام الكويت حتى يكون تحت مظلة القانون وكل شيء مكشوف وكل شيء منشور للناس الحقيقة من مصلحة تقنين هذه الأعمال أن تكون فيها شفافية جميلة وواضحة للناس وحقيقة الشفافية مطلوبة في كل وقت اللي بقوله يعني في العمل الحزبي والسياسي أنت لك رأيك ناقش ما تشاء قل ما تبي صح أو لا وبعد ذلك القرار يصبح قرار مؤسسة قرار تيار فما يصبح أنت لمن قرار تياري خالف رأيك ترى يوم الأيام لمن اتخذنا قرار المقاطعة كان عندنا منه الأخوان والأخوات يدعون بالمشاركة من أول يوم يعني الأغلبي لا لا أنا أتكلم عن حركة دستورية كان هناك من قواعد حركة دستورية في البداية يقول ليش تقاطعون ترى المقاطعة موسيلة وجربت في العراق وجربت في الأردن وجربت في البحرين ولم تنجي كان فيه كلام صحوات أنا أقصد الأغلبية التي وافقت أستاذ محمد لا لا أتكلم عن القديمة عفوا لا لا أنا آسف بس أغلبية بس أني أقرب لك الأصورة هذه المجاميع التي قالت قبل لا للمقاطعة لما طلع القرار بأغلبية كبيرة بالمقاطعة التزمت ومشت هذا عمل حزبي عمل سياسي الآن لما تأتي الأغلبية تقول يا جماعة إحنا بي نشارك ما يصير جمعان ما يسوي رتويت حق بيان الحركة هذا السؤال لا يصير لازم جمعان جمعان الحربش على تضحياته وعبد الله وزاه الله خير وعمله وأدائه لكن في النهاية هو جزء من كل من منظومة هذه كلها هذا السؤال المهم بعد أو قبل القرار المشاركة هل وافأ في ضمن التشاورات والتصويت لموافق على هذا قرار المشاركة هل وافأ جمعان الحربش وفلاح الصواغ على قرار المشاركة إحنا ليش نجعل قضية جمعان أنا خلاصية سياسية وقامة من قامات الحركة السورية حائنا صحيح ترمو له رأيه وعبد الله رأيه وقاله بكل مكان وقاله بالتلفزيون أنا بس هذا السؤال بس أرأينا جمعان وفلاح وإخوانهم والدلال والأخوة الآخرين جزء من مؤسسة يلتزمون بقراراتها لا شك في ذلك هذا العمل المؤسسي إنك تلتزم مع كواده إذا ما تلتزم إذا ما تلتزم طبعا هم كحركة كأجزاء من الحركة يلتزمون في شيء واحد أقول لك يلتزمون في أن الحركة اتجهت للمشاركة ما يقدر جمعان بكرة يقول لا أنا ضد الحركة والحركة قرارها خاطئ بيسير جمعان قال رأيه في كل مواقع الحركة وكل التعبير عنه بس لما نوصل إلى قرار مشترك يبقى السؤال أنت قاعد تبحث عنه هل أسماء هذه نازل انتخابات ولا منازلة هذا الكلام سابق لأوانا لأنه في آلية عندنا حين إذا قلت لك أنا كأمي نعام قلت لك فلان نازل وجدت الجمعية العمومية وبكرة وقالت لا ما نحن نحن نفسر شيء لا مصحيح أنا قاعد أقول كلمة لا أملكها طيب هل في شغلقات في الجمعية العمومية مالتكم الحركة لا لكن طبعا عندنا تصويت موجود في الجمعية طيب في أسماء جديدة تتوقع أن تطرح في الساحة مرشحين للحركة الدستورية والله شوف هذي قرارات تناقش في الجمعيات العمومية وإحنا عندنا حرية نعم كاملة لمن يكون في كفاءة لنزول الانتخابات يطرح نفسه ويقدم الأخوانه ويشرح الأخوانه ما لديه وإذا اقتنعت فيه الجمعيات العمومية وفق آلياتها لعلمك الخاص حتى قناعة رئيسية ليس قضية طلاب كراسي أنه لازم فلان يسأل لعلمك لو بعض الرموز الأسامة اللي قلتها أيام المقاطعة شارك وينجحون فلإدارة هم تركوا الكراسي لمسلحة وطن لمسلحة قضية لمسلحة كرسي يصير فلان في قرار المقاطعة كان هناك اجماع من قبل القوى السياسية ولكن في قرار النزول نزلتم يعني قررت من المشاركة منفردين فلماذا كان القرار المعارض قرار جماعي وقرار النزول قرار فردي هو مفردي طبعا وفي أطراف تشاورت مع هذا طبعا في أطراف تؤيد المشاركة لا أنا قصد في رؤية المقاطعة نعم نعم في رؤية المقاطعة شاورنا وفي رؤية المشاركة شاورنا فلذلك حقيقة حتى في المشاركة التقينا مع رموز ومع شخصيات منها من أيد ومنها من عارض ومنها من عارض أيضا بقساوة ونحترم ونقدر إحنا رايح ناخذ الراي صح ولا لا ويصير هذه الحوارات وأنا أعتقد هذا أصبح حوار الكويت كلها حوار المجتمع الكويتي ما هو حوار نخب ولا حوار تيارات ولا قوى هو حوار كل الدواوين ترى بعض الدواوين ديشها تقول يا معود شاركم ملينا الوضع مزين كثير من الناس يقول وفي ناس تقول لا والله كملوا على وضعكم أنتوا أصحاب مبدأ ولا حد الآن توكم في الميل الأول فهذا حوار اجتهاد سياسي طيب شفنا الآن ثوابة الأمة وحدث وهل الكتلة اللي بدلشت تعلن عن نزولها كتلة العمل الشعبي أنا أعلم أن أنت لست مخولا أن تتحدث باسم أشخاص آخرين لكن هل كانت من ضمن الكتلة التي شاورتموها في نزولكم في الانتخابات لا شك نحن تحاورنا حقيقة لكن الجواب أتركه لكتلة العمل الشعبي أن تعلن ما تريده نحن حاورنا ونستفيد من هذه الحوارة الثرية مع كل أطراف لكن لا أستطيع أن أتكلم باسم الكتلة الشعبي و بالمناسبة أتمنى أن الله يفكر أخونا مسلم البراك عسى الله سبحانه وتعالى يخرجه سالما إن شاء الله عز وجل طيب ماذا تقول حركة السورية اليوم للجمهور المعارض في المعارض سواء المعارض بك معارضة مشارك وغير مشارك شو نقول إحنا قصد كهندهم رؤيتكم طبعا نتكلم لكل كويت أن المرحلة مرحلة مهمة و الشعب الكويتي واعي أنه وصلنا إلى انسداد سياسي حقيقة و يعني لا شك في الأفق محاولات للخروج من هذه الأزمة اللي موجودين فيها هذه فترة مهمة للجميع أن يدلي بدلوها و يعطي برأيه والكويت فيها حكماء من فضل الله سبحانه وتعالى نعم وأنا أعتقد أنا أعتقد الجميع حقيقة و إذا كانت هناك النصائح أيضا تصل إلى أيضا متخذين القرار و أصحاب القرار أنا أعتقد ممكن نوصل إذا الله وفق عز وجل إذا شاركوا الحكماء والرموز والقوى السياسية يعني الناس الناضجة اللي ممكن تعطي أنا أعتقد ممكن نخرج من الأزمة اللي احنا موجودين فيها و وضع الكويت لا يتحمل هذا الاحتقان السياسي الموجود داخل الكويت أضف إلى ذلك الاحتقان الخارجي و هذا حقيقة المزعج و المزعج جدا اللي هو الاحتقان الأقليمي التراجعات اللي أنا قلتها قبل شوي أيضا مهمة لأنها غابت يعني خلني أقول المعارضة بشكل كبير عن المجلس و أيضا غابت شخصيات و رموز أيضا وطنية مؤثرة بعد غابت عن المجلس حقيقة فلذلك وجود هذه النوعيات داخل مجلس الأمة من المهم جدا أن لا تسمع صوتك فقط نعم ولا صدى صوتك فقط يجب أن تسمع الرأي الثاني و الصوت الثاني و هذا نموذج الكويتي اللي حقيقة أحنا نعرفه و نتمنى طبعا هناك مشروع أخيني أقول سياسي إصلاحي نحن ندعو له وهناك آخرين يدعو معنا له في أن تتوافق عليه المعارضة المشاركة في البرلمان القادم و يتفقون على المشتركات المتفق عليها و النقاط المهمة اللي من أجلها قاطعنا أصلا تكون ضمن هذا المشروع و حقيقة احنا في صدد الدعوة للجميع إذا دخلت حدث المجلس هل ستشارك معه في الحكومة إذا دعت من الحكومة نعم أم لا طبعا هذا الكلام سابق لأوانه نعم باختصار نعم الكلام شوف من يملك هذا القرار هو الأمانة العامة للحركة الدستورية نعم ما يملك الأمين العامة للحركة الدستورية و إذا جاء هذا الموضوع يطرح على الأمانة العامة للحركة الدستورية و هي تقرر فيه حقيقة المزاج لا يشجع أنا ما بي أتكلم عن شيء مبكر لكن أنا أقول لك يعني الوضع حقيقة ليس مشجعا للدخول في سيد محمد العليم أمين عام حركة الدستورية شكرا لك على هذا اللقاء و أنا آسف قضعتك وايد أزاك الله اسمح لنا مشاهدين الكرام لا أزاك الله نهاية حلقة برنامج لقاء الراي نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة و مواضيع قادمة في حلقات قادمة إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة